المفردات في اللغة العربية هذه المظاهر الثلاثة التي تدل على أو نجدها في اللغة العربية تعطينا مفردات ليست من أصل العربية وهذا أيضا من الاتساع في اللغة العربية والمرونة المعرب هو ألفاظ ليست عربية دخلت في العربية في مرحلة الاحتجاج أو في زمن الاحتجاج وأخضعت لقواعد اللغة العربية يعني صارت كأنها منها مثل استبرق وسندس وذردوس وذرهام وذينار وصيراط وإلى غير ذلك هذه الألفاظ التي عربت وصارت يعني كيف إحنا قصرنا نستعملها مثل نقول الاستبرق لباس جميل إن الاستبرقة نعطيها حتى إعراب اللفظ العربي ونتعامل معها خلاص كأنها ألفاظ عربية استعملت نسميها معربة استعملت في زمن الاحتجاج زمن الاحتجاج اللي هو الفترة التي كانت فيها اللغة العربية صافية لم يختلط فيها العرب بالأعاجم بالصورة التي جاءت بعد ذلك الدخيل هو اللفظ الأعجمي الذي دخل إلى العربية ولم يتغير لم يخضع لقواعد اللغة العربية مثل أكسوجين، تيليفون، باكالوريوس، ماجستير، دكتورة، انترنت، موبايل مفردات كثيرة سلو كانت من الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية الألمانية ما كانت منه؟ المهم أنه لفظ ليس من أصل العربية يدخل إلى العربية ولا يخضع لقواعدها فهو يسمى دخيل عندنا المولد وهو ما يحدث في اللفظ العربي عندما يستعمل من غير العربي في زمن الاحتجاج يتسبب فيه من؟ يتسبب فيه العرب الذين خالطوا غير العرب أو غير العرب الذين عاشروا العرب وخالطوهم حيانا يكونون أبناء لأمهات غير عربيات وأباؤهم عرب يعني هذه صفة المولدين يعني تحريف يحصل في اللغة العربية لكن في زمن الاحتجاج أيضا يعني في العصور القديمة التي كانت ما تزال فيها اللغة العربية صافية إحنا لو حسبنا هذه المرحلة فهي فترة العصر عشان نقربها يعني الأفهام العصر الجاهلي وصدر الإسلام حتى العصر الأموي يعني الموضوع يعني فيه أنه صار مخالطة العرب مع العاجم ما بعد ذلك فإنه لا يحتج به في اللغة ترجمة نانسي قنقر